اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعرف يعني ايه اصلاً فلاور الفلاور هي the organ of sexual reproduction in the plant الفلاور هي عبارة عن ايه هي short stem whose leaves are modified to form the parts of flower طيب الفلاور دي اصلاً اصلها ايه وتكونت من ايه احنا عرفين ان الاستم بتاع البلانت بيتكون من leaves تمام هقول فيه جزء فيه اسمه pract الpract ده هو عبارة عن ايه leaf from which is a floral bud carrying the parts of flower وممكن يتكون عندي كمان group of flower in the same axle فدي بنسميها ايه inflorescence وده كده شكل تاني للا inflorescence هي group of flower in the same axle يلا بينا بقى ناخد الستركتر بتاع الفلاور بالتفصيل الفلاور consists of four walls يعني ايه four walls يعني اربع محيطات نبتدي من الاوتر للينر كده الفرست اوتر wall اسمو calyx والcalyx ده consists of green leaflets called sepals الساكند wall اسمو crolla الكrolla ده consists of beetles السايرد wall اسمو andrethium وده الميل organ consists of stemens الفورث wall اسمو gynesium consists of carpels او pistels يبقى الparts of flower بتتكون من ايه نمبر وان عندي الاوري تو ستايل سري ستيجما التلاتة دول بيكونولي البيستل او الكوربل اللي هي بتكون الفيميل اورجن نمبر فايف الانسر نمبر سيكس الفيلمنت اللي اتنين دول بيكونوا الاستمن اللي بيكونولي الميل اورجن اللي هو الاندوريسيوم عندي كمان الcolored leaflets اللي هي البيتلز اللي بتكون الكورولا والgreen leaflets اللي بتكون الكالكس اما الاورجن دي دي بتكون موجودة inside the ovary اللي هي الفيميل جميت كل ده متكون على ايه موجود على swallowing port اسمو receptacle وده ملخص لكل الفور worlds نمبر وان الكالكس اللي هو الفيرست outer wall consists of sepals وبيتكون من small green leaves surround the flower from outside الفونكشن بتاعته بيعمل protect the inner walls السكند والله اللي هو الكورولا الكورولا بيكون color full and scented leaves وده بيعمل protect the reproductive organ بيعمل كمان attract the insects الانجريسيام اللي هو third wall اللي هو الميل اورجن بيتكون من stemens وده بيتكون في الاصل من أنسر وفلامنت وهو contain pulling grains اللي هي الميل جميت الفورث wall اللي هو الجاينيسيام consists of carpels والcarpels دي هي اللي بتكون الفيميل اورجن جواها الاوفيول والاوفيول دي هي الفيميل جميت وهنا شكله تاني بيوضح parts of flower بين شكل البراكت اللي هي small leaflets from which the floral bud emerged بيتكون عندي جزء اسمه بديكل البديكل بتطلع منه الفلاور ال swallowing part اللي هو الريسابتكل وموضح عندي شكل البيتلز والسيبلز والزي السامن بيتكون من filament وانسر والزي البيستل او الكوربل بتتكون من ovary وستايل وستيجما يبقى الستامن هو الميل reproductive board والكوربل هي الفيميل reproductive board الستامن اسمها unisexual flower في bisexual flower اليوني سيكشول ممكن تكون male flowers او female flowers البايسيكشول بنسميها hermaphrodite flower اليوني سيكشول عندها three worlds والبايسيكشول عندها four worlds يعني typical flower طب الميل flower موجود فيها ايه موجود فيها الكالكس والكرولا وموجود فيها الميل reproductive organ يعني فيها stemmen only طب الفيميل عندها برضو الكالكس والكرولا وعندها الفيميل reproductive organ الي هي الكوربلز زي ايه بقى الفلاور الي هي اليوني سيكشول زي البالم والمي والبامبيكيان بلينت البايسيكشول flower او hermaphrodite flowers زي ما اتفقنا ان هي عندها four worlds عندها كالكس كورولا اندريسيوم انجرانيسيوم او stemmen and the corpals يعني فيها الميل والفيميل organ زي تيوليب والبيتونيا والوال flower ده كده شكل البايسيكشول flower فيها الكوربل وفيها stemmen يعني فيها الميل والفيميل organ زي ايه البايسيكشول flower عندي زي الفلاور زي التشاين روز اما اليونيسيكشول flower فهي بيكون فيها اما الميل ريبروداكتف او الفيميل ريبروداكتف او يعني الاثنين مش بيكونوا موجودين على نفس الفلاور عشان كده سمناها يونيسيكشول flower زي الكورن بلينت وزي الكيوكمبر في الكورن الميل بيكون مختلفة عن بتاعة الفيميل والكيوكمبر نفس الكلام كمان عندنا اللي هو النخل بيكون الميل flower مختلفة عن الفيميل flower وبكده نكون خلصنا الجزء اللي احنا المفروض نشرحه النهارده المرة جاية نكمل ناخد والفيرتلايزيشن وزي الفلاور بتكون فروت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته